قبل ما نكمل حوارنا مع دكتور محمد بس خلينا نشوف آخر الأخبار الخاصة بالحادث اللي وقع لمدرج الرياضي في مدينة 6 أكتوبر منذ قليل في بيان خرج من وزارة السخة والسكان بينما تم اتدفع بـ 21 صارت إسعاف مساء اليوم إلى موقع انهيار المدرج الرياضي في صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة السخة والسكان أنه الحصر المبدئي بيشير إلى إصابة 27 مواطن ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وأنه تم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وجاري المتابعي إذن بيان وزارة السخة كان واضح فيما يخص أعداد المصابين 27 مواطن ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وأنه فيه 18 تم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي وتسع مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وجاري المتابعة طبعا هذا الحادث كان واقع منذ قليل انهيار مدرج رياضي في مدينة 6 أكتوبر وبعدها على طول تم الدفع بـ 21 سيارة 9 يعني ربنا يسلم الجميع وإن شاء الله كل الناس تكون كويسة والمصابين يا رب يخرجوا بألف خير